الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أبنائي وبناتي الطلاب في مادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية وبين يدينا درسنا في هذا اليوم بعنوان الدرس السادس في قسم الحديث وهو بعنوان حقوق الزوجة وهو بعنوان حقوق الزوجة وفي هذه الوحدة وهي بعنوان مكانة المرأة في الإسلام وهي الوحدة الثالثة تطرقنا في الدرس السابق عن بيان مكانة الأم في الإسلام وفي هذا الدرس سنوضح حقوق الزوجة وقد ذكرنا في الدرس السابق جملة من مكانة الأم في الإسلام وذكرنا أيضا من الأمور التي قد ذكرناها في الدرس السابق أن الوالدان هما أولى الناس بحسن الصحبة والعشر والأم على الخصوص لها مكانة عظيمة ومنزلة كبيرة ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قدم حق الأم على حق الأب ومما يدل على أن لها الفضل الكبير والمكانة الكبيرة والله سبحانه وتعالى قد قرن حقه بحق الوالدين في أيما آية في عدد من الآيات في القرآن الكريم وذلك من قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا فنلاحظ أن الله قد قرن حقه بحق الوالدين وأيضا من المكانة الكبيرة لهذه الأم أن أولى الناس بحسن الصحبة هي من؟ الأم هي الأم وقالها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثم أرجى على جانب حق من؟ حق الأب فتقديم حق الأم على حق الأب له مكانة كبيرة مما يدل على أن لا الفضل ولا الحق أولى من جانب الأب أيضا تكرر الأمر ببر الأم وقدم على بر الأب ما عظم حقه؟ هنا سؤال لماذا قدم حق الأم على حق الأب؟ لماذا تكرر ذلك؟ ما السبب؟ ما الجواب على ذلك؟ أحسنتم بأن نقول لأن الأم كان لها من التعب والمعاناة في الحمل والولادة الشيء الكبير لأنها لما يتأمل الإنسان إلى حال الأم وما عانته في حياتها سواء في جانب الحمل أو في جانب الولادة أو في جانب التربية والعناية وكل ما تصنعه هذه الأم فإننا نجد أن لها الحق الأكبر والأولى في حقها وتقديم حقها كما جاء في هذا الحديث النبوي لذلك ما جاء في تقديم حقها لأنها تعاني وتتعب وتسهر الليالي لأجل طفلها ولأجل مولودها فتجد أنها تعاني ليس فقط مقصورا في بداية حياته حياة هذا الطفل وإنما أيضا عندما يكبر هذا الشخص تجدها تعاني من جانب التربية وكذلك السهر وأيضا التعب وغير ذلك من الأمور كذلك نقول مما جاء في الدرس السابق قد يتساهل البعض ببر الأم لغلبة المسامحة لديها مما يغلب على الأم جانب المسامحة فلذلك قدم شأن الأم ومكانة الأم على الأب فكان التأكيد على لزوم برها وزيادة الأمر بذلك لماذا؟ لأن يغلب على الأم جانب المسامحة يغلب على الأم جانب المسامحة فلذلك قدم أمر الأم وكرر الأمر ببرها بعكس الأب لغلبة المسامحة لديها لغلبة المسامحة لديها فهذا الحديث السابق وهو في جانب بر الأم والتأكيد على ذلك مما يدل على مكانة الأم مما يدل على مكانة الأم وفي الحديث وأيضا ما جاء في القرآن الكريم ما يدل على هذا المعنى أهداف درسنا لهذا اليوم هي الهدف الأول أن نتعرف في درس هذا اليوم في الدرس السادس وهي حقوق الزوجة حقوق الزوجة أن نتعرف على حقوق الزوجة في ديننا أن نتعرف على حقوق الزوجة في ديننا الهدف الثاني الذي سنتناوله في درسنا هو فهم الحديث فهما صحيحا هذا هو الهدف الثاني الهدف الثالث أن نتعلم بعض معاني ألفاظ الحديث أن نتعلم بعض معاني ألفاظ الحديث فإذن هذه جملة من أهداف درسنا أولا أن نتعرف على حقوق الزوجة في ديننا كذلك فهم الحديث فهم صحيحا أن نتعلم أو أن تتعلم بعض معاني ألفاظ الحديث والآن إلى درسنا فود منك أخي الطالب وأختي الطالبة أن تفتح الكتاب على درس هذا اليوم وهو بعنوان حقوق الزوجة وإلى درسنا نقرأ الحديث سويا ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مما يدل على حقوق الزوجة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقنا من ظلع وإن أعوج شيء في الظلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا وأيضا ما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي فهنا في هذا الحديث العظيم يبين مكانة وحقوق الزوجة فنلاحظ في الحديث الأول وهو حديث أبي هريرة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستوصي بالنساء خيرا يستوصي بالنساء خيرا وأيضا فإنهن خلقنا من ظلع وإن أعوج شيء في الظلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا فنلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد هذا الأمر في هذا الحديث لما قال واستوصوا بالنساء خيرا ثم بيّن أنهن خلقنا من ظلع وإن أعوج شيء في الظلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج ثم أيضا كرر الأمر بأن النبي السلم استوصى بالنساء خيرا فهذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم تبين حق هذه الزوجة وكذلك حق النساء عموما وأيضا ما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي فهنا جانب الخيرية جانب من جوانب الخيرية التي لا بد أن تكون للأهل فهم أولى الناس بتقديم الخير لهم أولى الناس بتقديم الخير لهم هم أقرب الناس إليك من الزوجات وكذلك الأخوات وكذلك البنات فهم أولى الناس بتقديم الخير لهم وأيضا الوصية النبي صلى الله عليه وسلم بأن نحسن إليهم ونقدم لهم الخير فهذان الحديثان يدلان على هذا المعنى وهو يدل على جانب مهما وهو حقوق الزوجة في تعريف براوي الحديث وهو أبو هريرة الدوسي رضي الله عنه وأرضاه ما اسمه من يذكرنا باسم هذا الصحابي الجليل أحسنتم هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وأرضاه وهو من المكثرين لرواية الحديث وهو من المكثرين لرواية الحديث أيضا الصحابي الآخر وهو عبد الله بن عباس لما قال النبي السلام في هذا الحديث خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي هذا الصحابي الجليل ما اسمه؟ ما اسم هذا الصحابي الجليل؟ أحسنتم هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي قرابته من نبي السلم ما هي؟ هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد قبل الهجرة بسنتين ولد قبل الهجرة بسنتين دعاله النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم فقه في الدين فكان يسمى البحر والحبر يسمى البحر والحبر لسعة علمه لذلك سمي البحر وسمي الحبر لسعة علمه فرضي الله عنه وأرضاه إذن هذا الصحابي الجليل وهو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أسلم أو ولد عفوا قبل الهجرة بسنتين قد دعاله النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم فقه في الدين فكان يسمى البحر والحبر لسعة علمه الآن نبين ما معنى الكلمات التي قد وردت في هذا الحديث وهو حديث أبي هرير رضي الله عنه وحديث أبد الله بن عباس رضي الله عنه استوصوا أي اقبلوا الوصية في القيام بماذا؟ في القيام بحقوقهن وذلك برعايتهن وتقديم الخير لهن أيضا ظلع ما معنى ظلع؟ أحد عظام الصدر أحد عظام الصدر وهو الظلع كسرته أي جاء مفسرا في بعض الروايات بالطلاق كما قالنا بالسلام وكسرها طلاقها وكسرها طلاقها فإذن هذه بعضا من معاني الكلمات الغريبة التي جاءت في هذا الحديث استوصوا معناها أي اقبلوا الوصية في القيام بحقوقهن ظلع أحد عظام الصدر كسرته جاء مفسرا في بعض الروايات بالطلاق الآن نأخذ المعاني التي نسترشدها من هذا الحديث النبوي من معاني الحديث وإرشاداته الأول أن الخلق الحسن سمة المسلم وصفة من صفاته فإحسانه يشمل القريب والبعيد من أهله وجيرانه فأقرب الناس إليك لابد أن تقدم لهم الخير ويكون الخلق الحسن هم أقرب الناس إليك يأخذون منك هذا الخلق الطيب فعندما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصية استوصوا بالنساء خيرا لابد أن يكون لأقرب الناس إليك من الزوجة وكذلك البنت وكذلك الأم وكذلك الأخت الخلق الحسن سمة المسلم وصفة من صفاته فإحسانه يشمل القريب والبعيد من أهله وجيرانه أيضا من الفوائد التي نسترشدها من هذا الحديث النبوي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالزوجة خيرا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالزوجة خيرا واستوصوا بالنساء خيرا واستوصوا بالنساء خيرا وكرر الوصية بذلك لماذا كرر النبي صلى الله عليه وسلم التوصية بالنساء خيرا ما سبب ذلك أحسنتم الجواب عن ذلك بأن نقول إشارة إلى أهمية القيام بحقوقها بل جعل الخيرية في حسن معاملة الزوجة فقال خيركم خيركم لأهله خيركم خيركم لأهله فلا بد أن نحسن التعامل مع الزوجة ونحسن التعامل مع أقرب الناس إلينا ونقدم لهم الخير ونقدم لهم الإعانة فالله عز وجل قال في كتابه وقول للناس حسن هذا لجميع الناس وأولى الناس بهذا الحسن الخلق هم أقرب الناس إليك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا إن من خياركم أحسنكم أخلاقا فهؤلاء أهل الخير هم أحسن الناس خلقا مع الأقربين وأحسن الناس خلقا مع الأبعدين فهذه هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأن نستوصي بالنساء خيرا بمعنى أن نقدم لهم الحقوق ونقدم لهم الرعاية ونقدم لهم الإعانة إذا أرادوا ذلك فهذا هو حسن الخلق مع أولى الناس وأقرب الناس لنا فإذن الخلق الحسن سمة المسلم وصفة من صفاته وفإحسانه يشمل القريب وكذلك البعيد من أهله وجيرانه وقد أوصل النبي صلى الله عليه وسلم بالزوجة خيرا وكرر الوصية بذلك والسبب يعود إلى أهمية القيام بحقوقها بل جعل الخيرية في حسن معاملة الزوجة فقال خيركم خيركم لأهله ومن حقوق الزوجة ما هي؟ من حقوق الزوجة حسن التعامل معها الله عز وجل قال وعاشرهن بالمعروف وعاشرهن بالمعروف فيكون حسن المعاشرة وحسن الخلق يكون بالمعروف في التعامل مع هذه الزوجة كذلك الانفاق عليها وقد فضل الله عز وجل الرجال بهذا الأمر فقال في محكم التنزيل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فإذن هذا من حقوق الزوجة أن يقدم لها النفقة فهذه جملة من حقوق الزوجة أيضا من معاني الحديث وإرشاداته من حكمة الله في خلق المرأة أن جعلها ذات عاطفة وحنو وشفقة أكثر من الرجل لتكون سكنا للرجل وأكثر قدرة على تربية الأطفال والصبر عليه فهذه من حكمة الله سبحانه وتعالى في خلقه على الرجال أن يدركوا طبيعة المرأة ويعاملوها بلطف وتقدير واحترام لمشاعرها التعامل مع الزوجة بالجفاء والغلظة يجرح مشاعرها ويؤثر في عاطفتها ويكدر نفسيتها مما قد يؤدي إلى هدم البيوت بماذا؟ بالطلاق والفراق لذلك لا بد أن نعامل الزوجة باللطف وأيضا بالتقدير والاحترام كان النبي صلى الله عليه وسلم قدوة في حسن تعامله مع أهل بيته فكان صلى الله عليه وسلم يسامر زوجاته وربما سهر مع إحداهن يسمع حديثها ويؤانسها وإذا دخل بيته صلى الله عليه وسلم فإنه يكون في مهنة أهله لذا وص النبي صلى الله عليه وسلم فقال استوصوا بالنساء خيرا وقال في الحديث الآخر خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي هنا في هذا النشاط ما أثر قوة العاطفة عند المرأة على استقرار البيت وقوة الترابط بين أفراد الأسرة أريد منك أن تجيب علىها جوابا على هذا النشاط بتبييني الأثر في ذلك في التطبيقات السلوكية أحسن تعاملي مع أهل بيتي أقدر مكانة المرأة ودورها في المجتمع في هذه السئلة التقويم السؤال الأول ما الخير الذي يمكن أن تقدمه لأهلك كي تنال الخيرية الواردة في حديث ابن عباس رضي الله عنه السؤال الثاني على ما يدل تكرار الوصية بالنساء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وبذلك نكون انتهينا من درسنا في هذا اليوم نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لكل خير ويعيننا عليه وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين